طب نعمل ايه بقى؟ الست لازم عشان تقدر تعمل ده فيه شوية معوقات انا بتكلم وانا جاي من بيت الخبرة بيت الخبرة اللي هو ايه؟ جلسات الارشاد الزواجي وتأهيل المقبنة على الزواج دولة الخبرات وكم كبير جدا جدا من تأهيل الناس في مسألة الاقبال على الزواج وسماع من الناس ايه اللي بيتمناه كل واحد يعني دايما انا ببدأ بفكرة ايه ايه اللي بيتمناهت؟ خلينا نقول ان الصفات السابعة بتاعت الرجل والصفات السابعة بتاعت المرأة هي امنيات كل واحد فيهم فاذا تحققت يذوبوا حبا طب اقول لكم حاجة ايه اللي بيمنع المرأة ان هي تكون كده؟ حاجة مهمة اوي اوي احساسها بالتهديد طب انا لو عملت ده كله وبعدين ما كانش فيه مقابل طب ما تيه تبقى ده مشكلة بس احنا هناك تكلمنا عن الزوج الزوج الايه؟ الزوج الراعي والزوج الحامي وكلمنا عن صفات في الزوج تخلي الزوج ده اكيد مش هيعمل كده فاحنا عندنا شوية صفات بيبقى المشكلة مين اللي يبدأ؟ انا شايف مش مش المشكلة مين اللي يبدأ؟ الاتنين لازم يبدأوا الزوج لازم يرعى الزوج لازم يحمي الزوج لازم كمان يكون غيور ولازم يكون فخور بيها تخيل كده لما هو يكون فخور بيها فحاسس ان هي نعمة فهي اكيد هتمتن واكيد هتعبر عن حبها فرصة الناس فلازم احنا الاتنين دايما بسميها التغذية المتبادلة هو يشحنها بالمحبة والتقدير ويحساسه بان هي امرأة كاملة وانا ليه باتكلم عن الصفات دي؟ الصفات دي اللي تخلي الزوج انه يحس ان هو تزوج امرأة كاملة مش امرأة صورة امرأة ولا امرأة انا بسميها امرأة الفترينا لو هو لما بيجي جاوز بيتجاوز المرأة الكاملة الامرأة ليه؟ البرأة الكاملة من مجميعهم زي ما بيقول كده فهو هنا بيحس ان هي ملكة قلبه طب تعمل ايه المرأة؟ اول حاجة تشيل وهي بتتعامل عشان تقدر تنفذ ده المخاوف لان المخاوف دي بتخليها ما تقدرش تكمل بتقف في نص الطريق بتعتل الست بتعتل في النص تيجي بعد شهر جواز عملت الحاجات اللي احنا بنقولها دي تيجي تقول له بعدين انا افضل طول حياتي كده لو سمحت انا مش هافضل كده وهو يلسه يكون الراجل لسه بيدرك ببطء ولسه بيتعام بيتعلم وليسه بيبتدي في مكينة النظر فهي تقول له لا تعال نوقف بقى ونتحاسب انت ليه بتعمل كده انت ليه مهمني انت ليه كذا انت ليه كذا انت ليه كذا اول من يشوف انت ليه كذا انت ليه كذا انت ليه كذا لا دي مش معدارة ظروفي انا لسه خارج انا لسه عيوني مش قادرة تفتح من كتر الديون اللي انا استدنتها فهي جاية تعمل لي كل الانتقاد ده ومش قادرة تتفهم اللي أنا فيه أنا أتكلم إيه عن واقع بيوتنا وعشان كده لازم الست تشيل المخاوف المال يقلبها المال قلبها وتنشغل بإيه بهذه الصفات الأمر الثاني إن لو فيه صفة مش قادرة تعملها لازم تتدرب عليها لازم تتلقى تدريب وأنا أقول لكم حاجة إحنا مقصرين في تدريب المرأة وتدريب الزوجة لأن الزوجة دلوقتي مختلفة الزوجة عندها أعمال كثيرة بتعملها فلما نمهرها ونخليها صاحبة جدارة إحنا نخفف عليها كل الأعباء اللي هي بتعيش فيها فإحنا محتاجين ندربها كمان فإحنا نقول لها كده لو فيه حاجة أنت حاسة أنت مش قادرة تعمليها اتدرب عليها اتدرب عليها زي إيه؟ زي بعض الأحيان في بعض الزوجات ما بتقدرش تكون دعيمها بشكل كبير في بعض الزوجات وخاصة الزوجات المستقلات ما بتقدرش تتقبل قيادة زوجها ما بتقدرش ما بتقدرش تتقبلها وبتعتبرها نوع من أنواع سلب حريتها وعشان كده هي محتاجة ممكن تكون محتاجة تدريباً ده الحاجة الأخيرة أن أنا متصور أن الزوجة ممكن تعملها عشان تعمل ده أن هي لازم تتواصل دائماً بغير ثلاث حاجات بغير انتقاد وبغير شكوى وبغير اللوم تتواصل وهي بتفكر في الحلول ما تفكرش في إزاي ده هيفسد حياتها ولكن تفكر إزاي هي ممكن تخرج من أي ديق إلى الساعة أظن أن السفات دي لو كانت موجودة في المرأة هي هتبقى أنثة كاملة وهتبقى مرأة جديرة بأن هي تملى قلب جزءها وتملى عينها يا رب وفق بناتنا وفق الزوجات إلى أن هن يفهم أن هذه المسألة هي التي تفتح عليهم باب السعادة وباب الهنى وأن هذا الرجل الذي تزوجناه ليس عدواً ولكنه حبيب وإذا عبرت له عن المحبة سيغمرها بالمحبة ويصبح أسيراً لهذا الحب الذي أخرجته من قلبه عن طريق هذه الصفات الحسن يا رب اجعل الزوجات متمكنات من هذه المفاتيح لقلوب الأزواج عشان يعيشوا ودايماً يتكتب على أبواب بيوتنا هذا بيت يسكن